بسم الله الرحمن الرحيم يا سيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرثلين على صراط مستقيم تنسيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وعجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين وصرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسكنا إليه مثيل فكذبوهما فعززنا مثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلمنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم ومن منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أأن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلية إن يردني الرحمن بظرم لا تقن عني شفاعتهم لا تقن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقضون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا بيستمزفون ألم يروا كم أهلكنا قبلا من القرون إنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمن يأكلون وجعلنا فيها ججنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الرويون ليأكلوا من ثمري وما عملته ويدهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسمحون وآية لهم أننا عملنا ذريتهم في الفلك المشؤون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن غرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم طرحون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة وعدة تأخذهم وهم يخصنون فلا يستطيعون ترصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون وانفق في الصور فإذا من الأجداف إلى ربهم ينسنون قالوا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واعدة فإذا هم فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تبلم نفسهم شيئا ولا تلسون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكيون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكنون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعاد إليكم يا بني آدم ألا تعبدون ألا تعبدوا الشيطان إن نول فالعدل مبين وأن اعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أَفَلَمْ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ إِصْلَوْ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ نَخْفِرُ وَلَا أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْثِمُونَ وَلَوْنَ شَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَّبَقُوا الصِّرَاتَ فَإِنَّا يُبْصِرُونَ وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِدْيَا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ عَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعَرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهِ إِنْهُ وَإِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنًا مُبِينٌ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرا وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسفون وما يولنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أزرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام ويرمين قل يحيي الذي أنشأنا أول مرة وهو بكل خلق عليم أولم جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيقول فاسبحانا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون